يتمتع قطاع التصميم الداخلي للطائرات وصيانتها بقيمة مضافة عالية في مجال الطيران حيث تبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خبراتها ودراياتها وجودة خدماتها في هذا المجال كما تحظى باهتمام كبير من قبل الشركات الطيران لما تقوم به من دور في العمل على خفض أوزان المعدات والتميز من خلال توفير تجهيزات داخلية بناء على الطلب وضمان أفضل استخدام للمساحات ومن المتوقع أن ينمو قطاع التجهيزات الداخلية للطائرات مما يزيد عن 16 مليار دولار إلى أكثر من 29 مليار دولار بحلول العام القادم مع زيادة بنسبة الأرباح في منطقة الشرق الأوسط بمعدل يصل إلى 30% في العام الجاري مقارنة بالعقد الماضي شركة رائدة لغاية الآن قامت بفحص وصيانة حوالي 1500 محرك من خلال 35 سنة الماضية متخصصة في صيانة محركات الطائرات من أنواع CFM56 هذا المعرض بفعلياته يعتبر حدثا مناسبا بشكل كبير للمنطقة خاصة أنها تمتلك ثانية أكبر أسطول طائرات في العالم وتحقق ثانية أسرع معدل نمو في صناعة وأصلاح وتجديد الطائرات مع توقعات بتضاعف الطلاب خلال العام القادم ليتخطى 13 مليار دولار بحلول عام 2027 عبدالله الزعبي قناة الغد دبي ترجمة نانسي قنقر